موسيقى في هذا الصباح الذي ينطلق في الشعب الفلسطيني من المحافظات المختلفة لإحتفال مركزي في رامالله يحيو في الذكرى الثانية عشر لرحيل ياسر عرفات نحن أيضا اليوم في الجولة الصباحية نستذكر مواقف وأفكار ومبادئ ومعتقدات رسخها القائد الراحيل ياسر عرفات بين أبناء شعبه كان هدفها زيادة التماسك بين الشعب الفلسطيني على اختلاف طوائفه وديانته وأيضا اهتماماته واتجاهاته كان الراحيل ياسر عرفات يشعر بالفقير وأيضا يشعر بالمحتاج وأيضا كان مثال للتعايش الديني الذي شجعه في المحافظات المختلفة ولسيما في محافظة نابلس المحافظة التي تجمع الديانات الساموية الثلاث الإسلامية والمسيحية والسامرية في هذا الصباح نتحدث عن علاقة الشهيد الراحل ياسر عرفات بالطائفة السامرية وضيفي في الأستوديو مدير المتحف السامري الكاهن حسني واصف أهلا وسهلا فيك سعد صباحك سعد صباحك أهلا وسهلا هي ذكرى أليمة لما منذكر رحيل الشهيد ياسر عرفات ولكن في كل مرة منقول هو رحل لكن ترك بصمات مختلفة تخلينا نشعر بقيمة العمل الذي أنجزه فاليوم الطائفة السامرية لما بتستذكر ياسر عرفات شو أول شيء بتتذكره؟ بنتذكر هذا الشيء هذا اليوم الحقيقة كيف الرئيس الراحل الشهيد كيف كان يرعى السامريين الحقيقة هو اهتم بالسامريين ورعاهم وساعدهم بكل إمكانات لذلك نحن كان 11-11 سنة 2004 عند وفاة الرحيل الشهيد كان قاسي بالنسبة لنا لشأنه كان أبئلنا الحقيقة لذلك نحن نشارك الشعب الفلسطيني والحقيقة مدينة نابلس أو محفظة نابلس تتميز بأنه تحوي ثلاث ديانات الإسلامية والمسيحية والسامرية وما فيش هناك مثلا تقول هذا السامري هذا مسلم هذا المسيحي لكن كله بالحقيقة اللي أعطانا هذا أو شعارنا هذا هو الرئيس الراحل هو أنا ما بسمي الرئيس اللي بسميه الأب الحنون الحقيقة كان يحن على جميع الشعب بدون تمييز بين الديانات وإحنا يجب أن نذكره بكل قلوبنا وبكل أنفسنا دائما نذكر هذا الشهيد لشأنه خسارة على السامريين بالنسبة كخسارة على الشعب الفلسطيني والأمة العربية طبعا بكل تأكيد كمان لما إحنا بنحكي عن الطائفة السامرية اللي هي أصغر طائفة اليوم في العالم وكمان يمكن فيه الخلط اللي ممكن يصير مبين اعتناق الديانة اليهودية المشتركة مبين السامريين وبين الإسرائيليين فهون إجا الرئيس ياسر عرفات ونسف هاي الفكرة ووحد الشعب الفلسطيني بيقربه من الطائفة السامرية إدخالها للمجلس التشريعي وإعطائها الحق بأنها هي تمارس دورها الوطني في قضيتها الفلسطينية بما أننا طائفة السامرية أصغر طائفة وأعرق طائفة نحن جزء لا يتجزء من الشعب الفلسطيني ومن الجزء الاجتماعي أبو عمار لما نحط لنا عضو مجلس تشريعي اللي كان سلو مثلا كاكوتا للسامريين قاصة صار هناك الحقيقة فيه تقارب لكن التقارب كان أعظم وأشد وقع يعني بالنسبة للحسنة وللأمل عملنا معلوق يعني كتير إحنا شعرنا أنه إحنا كجزء لا تجزء من هذا الشعب شعرنا أنه أبو عمار يعني يعطف على الطائفة إحنا طائفة أقلية بدون عطف من المسؤولين وكبارة زي الرئيس بنكون موقفنا كان سعب الحقيقة هو ساعدنا بأنه أعطانا عضوية المجلس التشريعي لكن نأمل أنه بعهد الرئيس الحالي اللي هو يرجع هاي الكوتا للسامريين يكون تقارب أكتر وأكتر وأكتر بالمستقبل نحن الرئيس أبو عمار منذكره بأشياء كتيرة مثلا دعنا على أنه حطنا عضو مجلس التشريعي لكن لما نتوجهت إله وقدرت أفسر اسم ياسر عرفات الحقيقة ساعدني بإقامة المتحف والمتحف السامري طب شو فسرت اسم ياسر عرفات متذكر طبيعي بما أنه رئيس وفسرت اسم ياسر عرفات وتفسيره اسم ما زال لحد الآن يؤثر على شعبنا وعلى الأمة العربية والعالم يعني إذا ما عندك مانع حابين نسمع معك اسم ياسر ياسر عرفات ياسر مجزئة من كلمتين ياسر وعرفات عرف ألف طا مثلا ياسر عرفات عند إخواننا الإسلام لا يعني بتمش الحج إلا بتلو على جبل عرفات هذا جبل مقدس إذن ياسر إذن في هذا الشخص سر خاص خاص إنه قدسية أشياء كثيرة لكن إذا بدي أسمر يعني أفسر ياسر عرفات كياسر عرفات محتمل يكون ضعيف بالنسبة للفسير أي إنسان بيقدر يفسره طبعا لكن لو حاولنا الكلمة ياسر عرفات بالنسبة لللغة العبرية تبعتنا مثلا ياسر باللغة العبرية يؤدب ياسر يؤدب وعرفات مجزئة من كلمتين عرف عرف شعب الإسرائيلي معروف بغلادة الرقبة لذلك مكتوب عندنا بالتوراة عرف وألف هي أول الأحرف العبرية وتاء آخر الأحرف العبرية لو جمعنا تفسير ككل يؤدب الشعب الإسرائيلي من أول إلى آخر إذن معناته هون ياسر عرفات باللغة العربية ويؤدب الشعب باللغة العبرية أنت بتيجي تتوأم ولذلك تسعر بالسحر الكوني من يعني من وجود بهذا الشخص نعم إذن معناته لو نيجي نرجع للكلمة اللي قالها أو الجملة اللي قالها في العراق قال لو أعطوني شبر من أرضي لأقمته دولتي كنا الحقيقة إحنا بجزء الإنسان كان يقول شو يعطيه شبر أرض فعلا نحقق هذه الأمنية ولما نأخذ الشبر ويجعله هون لأول مرة يدري حقق قيام دولة فلسطينية حرى مستقلة لذلك نحن نفتخر بالرئيس ونفتخر بأعماله ومؤنجزاته مش بس رئيس هو رمز وقائد هو أخ هو ثائر يعني هو في البداية وفي النهاية كان شاب في مصر عم يدرس يمكن يعني بقيت الشباب ما كانت كثير بتعنيهم القضية الفلسطينية ما كان بيعنيهم وجود هالاحتلال هالنكبة بسبب بعدهم الجغرافية عن المكان يمكن كان الوجع ما بيوجع إلى اللي موجود فيه هو طلعت عنده الثورة الداخلية الوجدانية يلي وزعها على أصدقائه يلي كانوا موجودين يلي كانوا بيشاركوهم نفس الفكر الوطني والسياسي لحتى تبلورت معهم بنواة الحركة الوطنية لتحرير فلسطين لحد ما حققوا الانتصار ورجعوا هون ثائرين في بندقية فهو فعليا نموذج للشاب الفلسطيني الغيور على أرضه يا ست ميساء ميساء اسمحي لو لك شيء واحد ياسر عرفات له عندي هون شيء خاص نعم مثلاً المعركة اللي صارت ما بين يسر عرفات والجنود الإسرائيليين كان يسر عرفات موجود في الشارع 24 من نابلس في الجبل وجبل النار اسمه اسمه يعني معاه والجيش الإسرائيلي مثلاً كنا احنا ننظر من النافذة على المعركة بين الجبل وبين كان الجيش الإسرائيلي متمركز في الحيطة تابعنا تقريباً بين الدور وهي خطر علينا احنا كنا نتفرج من النافذة تابعتنا على تقولي معركة قوي جداً لكن تاني يوم وجدت على أنه فيه هناك طلقة موجودة في الحيطة تابعنا كنت أنا أعد على النافذة وكان ابن عمي الكاهن فضل اللي هو الإيد سيكرتير للطائف السمرية كان بجانبي شوفي أنا بعت حكمة إلهية كيف ألطت الطلقة ما بين رقبتين يعني كانت البعد بيننا وبين الموت السنتيمترات بس شوفي هذه الأوحالي أنه أنا أفسر اسم يا رفض عرفات ما يجي يعني أنه أفسر يا رفض من لشيء لذلك هذه الشيء عمل ترابط خاص ما بين يا سر عرفات وبين شخصي وبين أبناء طائفتي دعنا على أنه مثلا الكائن سلوم لما صارت هذه الأشياء قدر يساعد مثلا أبو عمار بالنسبة لها يتوجه إلى مغارة مغارة بيت فوريك أنت تلاحظين أنت تلاحظين أنه مغارة بيت فوريك مشرفة على سهول على منطقة بيت فوريك ككل وعلى جبال هذه المنطقة يعني كان أبو عمار لما نفضل هذه المغارة مش للا فضلها كان يعرف أنه شيء استراتيجي بقدر يسيطر على هذا الموضوع حتى يقدر يقدر للأردن إذن فيه أشياء تربطنا مع الرئيس ليست تهينة الحقيقة قوية جدا جدا وما زلنا نذكر مثلا بتلاقي أنه كل طلبات السمريين كانت منفزة قدام أبو عمار مضبوط أنه كان أمرار يقول عندي جماعة يهودية لا الحقيقة أنا بدي أقول أنه إحنا لسنا باليهود نحن السلالة الحقيقية لشعب بني إسرائيل نحن أبناء إسرائيل ولسنا يهود اليهود منشقة عن الدين إذن معناته بجوز هذه كنت أخذ على بالي لكنه كان بحصنية أولى لذلك إحنا لو ما كل ما نذكر بالخير يجب نذكره أكتر وأكتر أكتر كطائفتنا ممكن أيضا كمان كلما بما أنك أنت مدير للمتحف السامري اللي هو ساعدك بأنك تعمل هذا الجسر الثقافي الديني جسر السلام اللي يعني أعطى الفرصة للطائفة السامري بأنها فعلا تثبت وجودها وديانتها وتتملص من أي ادعاءات ممكن تنسب لإلها بسبب الجهل وعدم المعرفة بطبيعة الدين اليهودي اللي بتعتنق الطائفة السامرية فهون كمان بتذكر دور ياسر عرفات سيد ميساء نعم نحن لا نعتنق الديني اليهودي الديني اليهودي بالنسبة لنا بدعة نحن نعتنق الديانة الإسرائيلية نحن السلالة الحقيقية للشعب بني إسرائيل عندما بدك توصفيني بيهود مهنات أنا منشق عن الدين يعني أنا أنا خالفت التوراة أنا خالفت المكان المتقدس أنا خالفت أشياء كثيرة لذلك لما تيجي توصفيني أرجوك السامري السامري شو معنى السامري لو حطينا تلت نقاط على السين شو بتصير شاميري معناته محافظ نحن محافظين على الدين لذلك تجد عنا أقدم توراة أقدم عادات أقدم تاريخ أقدم لغة كل شي عنا أصل إن يهود غادروا ألفين سنة ما إلهم هذا الأساس لكن إحنا إلنا الأساس لكن أبو عمار بعلاقته مع السامري سبت هذه القاعدة وذلك إحنا منفتخر بس يعني بدي أقول إشي واحد أكيد حضر إنه أبو عمار كان يشاركنا بأفراحنا وأطراحنا يعني بأفراحنا كان كل عيد يبعث مباركة للسامري وبأطراحنا كان مثلا لما تغفي الكاهن السلوم لا قبل ما يتوفى فكان لما يتوفى الكاهن الأكبر عنا كان يشاركنا نشعر على إنه هناك أب إلنا هناك أخ إلنا هناك مساعد إلنا هناك أب حلون ولذلك نحن مهما نشكر ونحيي إحياء هذه الذكرى بيكون قليل عننا لازم نقول أكتر وأكتر طبعا لذلك لو بدي أجي أوصف لك شو المساعدات اللي أدمها للسامريين أنا لا تعد ولا تحصى ولذلك إحنا بدون قائد بدون واحد يساعد السامريين كطائفة أقلية أصغر طائفة وأعرق طائفة وأقدم طائفة لذلك إحنا منكون كيتمة ولذلك وكان يشعرنا إنه إحنا موجودين نعم إذا أنت معي بتقول إنه القائد ياسر عرفات ما كرر التاريخ حتى اليوم لا ما كرره أنا بقول سيذكر التاريخ مستقبنات أخره إنه الوحيد اللي قدر يعمل دولة من لا شيء هو الرئيس أبو عمار بس بدي ألفت نظر سيادتك أكيد إنه لما الرئيس أبو عمار حط إيده بإيد رابين ما مش للا في أربعة خمسة سنة 1994 مش للا لشأنه كان أبو عمار عنده نظرة أكبر شاف إنه اليهود سيسيطرون على المنطقة هون بواسطة مستوطناتهم لذلك عمل هذا الإشي حد لهذا الموضوع صحيح إنه إسرائيل ضار بالأرض الحائط بهذا الموضوع بس لكن عمل اسم دوله يعني هلقيت الرئيس أبو مازم يمكن هو كان عنده محاولة لكن يمكن للطرف الآخر بعدم التزامه بالاتفاقيات والعهود اللي تم التوقيع عليها من قبل الطرفين هي اللي خلت هاي النظرة لربما تخيب في بعض الأحيان فعلا هو كان أمله كبير على إنه إذا حط أو إذا مثلا العمل حط حد لا قام المستونات بهذا الإشي لكن شو الفائدة القوي هو مسيطرة على هذا الموضوع صار يدرب بعض الحائط لكن سيادتك لفتت نظر بالنسبة للمتحف السامري المتحف السامري هو الآن جسر سلام ما بين جميع الديانات أنا أقول دائما أنا أردد كلام الرئيس أبو مازن الخليفة الصالح لأبو عمار بقول أنه إذا لم تقام دولة فلسطين دولة فلسطينية مستقلة وحرة مستقلة وعاصمة القدس الشريف القدس لن يكون هناك سلام أنا بقول لجميع العالم اللي بزوروني سواء المسيحيين إسلام يهود بقولهم إذا لم تقام دولة فلسطين لن يكون هناك سلام في العالم ليش المنطقة تبعتنا مهد الديانات الثلاث ولذلك إذا لم يكن في مهد الديانات سلام سلام لن يكون هناك في العالم لذلك بوجه من عبر التلفزيون تبعكم هون تلفزيون الجامعة نداء للعالم ككل إقامة دولة فلسطينية حرة مستقلية هي أساس السلام في العالم ونحن نتمنى الرسالة توصل سواء الرسالة الوطنية الكبيرة أو الرسالة الإنسانية أو حتى كمان رسالة التعايش الديني يلي إحنا اليوم عم نعطي نموذج عنها بمحافظة نابلس ونتمنى إنه هذا التعايش يصير بين كل العالم وبكفينا نشوف يعني أتل ودمار بسبب لا شيء أنا أعتقد كل الأسباب اللي عم بيدرعوا فيها هي أسباب وهي مقابل الفكرة الكبيرة اللي اسمها أنا إنسان شكرا لإلك على الكلام الجميل اللي سمعنا منك والذكريات الحلوة اللي رجعتنا لإلها ممكن كمان منعتذر على يعني سوء التفاهم في بعض الكلمات اللي ممكن نستخدمها في بعض الأحيان وسببها هو الجهل وعدم المعرفة فقط لغير بدي أختم كلامي بهذه الجملة من أقول العالم كله يجب أن ينظر إلى محافظة نابلس ويشوف كيف العلاقة مثلا الثلاث أديان عايشة ما بكيقدر يتميزي مثل المسيحي سامري وهنا أنا بفتخر أنه أنا أكون كفلسطيني وأنا أكون عايش في هاي المحافظة وأنا بفتخر أنكم بتلاحظ كل دقيقة مثلا كل الأيام مثلا فيه مقابلات تعرفة وهذا واجب طبعا شكران الله حتى نعمل من الفكرة لازم دوما أنتم يعني اتعبروا عنها وناخد المعلومة من أصلها لحتى ما يصير فيه هاي الخربشية اللي هي موجودة بسبب يعني سياسات أو أجندات خارجية ما بدنا هلاء الوقت مش عم يسمح لنا نحكي عنها أكتر لكن في هذا اليوم فرصة تالية بإذن الله شكرا سمحتين لها الفرصة اللي نحن نعب نحن نحن شعور نحو الرئيس الراحل الأب الحنون أنا ما بذكر الأب الحنون لشأنه فعلا كان حنون على طائفتنا وعلى شعبه طبعا شكرا لإلكسيات الكاهن وإن شاء الله يكون في إلنا لقاءات أخرى معكم مشاهدينا فاصل ونواصل هذه الجولة صباحية